السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزئية رقم 13 من الفصل الثالث سنتحدث عن تطبيقات الكميكال فيبر ديبوزيشن وتعريف الفيزيكال فيبر ديبوزيشن أو بي في دي والخطوات الأساسية لهذه الطريقة تطبيقات الكميكال فيبر ديبوزيشن إن الكميكال فيبر ديبوزيشن تستخدم على نطاق واسع في مجال الصناعة فمثلا نمرة واحد تستخدم بقى كوتينجز أي نرصب بها طبقات على المواد المعدنية أو المواد السراميكية أو غيرها من أجل زيادة مقاومة الوير أو الباري الميكانيكي أو مقاومة التآكل الكيميائي أو للحماية عند الدرجات الحرارة العالية التي هي هايتم بريتش هات بروديكشن تستخدم أيضاً السي في دي لإنتاج السيمي كيندكتورز أو الأجهزة المصاحبة لها أو المواد المصاحبة لها على سبيل المثال لإنتاج الدوائر المتكاملة أو الانتجريتد سيركتس أو السينسورز الحساسات أو الأوبتكال إلكترونيك ديفايزيز أو المواد الإلكترونية الضوئية أو تستخدم دينيس ستراكشور بارتس في الجزئية رقم 3 حسناً أننا نستخدمها لإنتاج مكونات تكون من الصعب أو غير اقتصادية إنتاجها بالطرق العادية الخطوة الثالثة أو الرابعة على سبيل التحديد ننتج بها الأوبتكال فايبر أو الألياف البصرية التي نستخدم فيه الأجهزة الاتصالات بعد كده بنستخدمها في إنتاج الكمبوزيت لأننا بالفعل ندرس الـ CVD كأحد طرق إنتاج الكمبوزيت الماتيدي على سبيل المثال نستخدمها بطريقة الـ Infiltration Method بننتج بها الـ Carbon Carbon أو Carbon Silicon Carbide أو Silicon Carbide Silicon أو Silicon Carbide Composite كما رأينا في طريقة التي سبقنا شرحها تستخدم أيضا الـ Chemical Vapor Deposition في إنتاج المواد على شكل باودر لأن هذه الطريقة في الحقيقة مطلوبة في أو هي أحد طرق إنتاج الباودر التي نستخدمها في تكنولوجيا المساحيك أو تشكيل المواد وهي على شكل مساحيك تستخدم أيضا الـ Chemical Vapor Deposition في إنتاج الكاتاليست أو المواد المحفزة الكيميائية وهي لها استخدمات عديدة في مجال الكيميائي وأخيرا تستخدم فيه الـ Nano Machines الآن سنتحدث عن أو تحدثنا في السابق عن Chemical Vapor Deposition الآن سنتحدث عن Physical Vapor Deposition واختصارا تسمى الـ BVD الـ Physical Vapor Deposition is a collective set of process used to deposit same layers of a material typically in the range of few nanometers to several micrometers في الحقيقة الـ Chemical Vapor Deposition هي ليس طريقة واحدة إنما هي عبارة عن مجموعة من الطرق تستخدم لإنتاج طبقة رقيقة جدا من الماتيريال مترسبة على السطح المراد ترسيب المادة عليه وتكون هذه الطبقة في حدود أو في مدى يتراوح من النانوميترز وهو عبارة عن 10 صناعة 9 من المتر أو 2-Several Micrometers وهو عبارة عن 10 صناعة 3 من المتر الآن سنتناول خطوات هذه الطريقة التفصيلي وهي تقع في سلاسة خطوات الخطوة الأولى Vaporization of the material from a solid source assisted by high temperature vacuum or gas plasma في هذه الطريقة المادة المراد ترسبها تكون على شكل أو تكون في solid state نكون بتبخيرها عن طريق درجة حرارة عالية خطوة رقم 2 Transportation of the vapor vacuum or partial vacuum to the substrate service خطوة رقم 2 ينتقل هذه الغازات أو المادة التي تحولت إلى غاز أو إلى vapor بخار إلى السطح المراد الترسيب عليه خطوة رقم 3 Condensation into the substrate to generate the same firm خطوة رقم 3 تتم عملية تكاسف لهذا البخار على السطح المراد الترسيب عليها على شكل طبقة رقيقة جداً ترجمة نانسي قنقر